موسيقى السلام عليكم ورحمة الله و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاحر نناقش فيها حاضرة ومستقبل الجنوب في ذكرى أحداث يناير الأليمة في تاريخ الجنوب يصادف اليوم الذكرى الواحدة والثلاثين لأحداث الثالث عشر من يناير في جنوب اليمن اليوم الذي يحمل ذكرى أليمة وقاسية في ذاكرة الجنوبيين واليمنيين بشكل عام وفي هذا اليوم يبرز سؤال كيف يمكن لليمنيين التعامل مع مثل تلك الأحداث وما تلاها من مخاضات صعبة عاشها اليمنيون خلال ما يزيد عن نصف قرن من الإخفاق في الوصول للحلم الدولة الوطنية هذا واحد من الأسئلة التي نحاول من خلالها النظر إلى المشهد في الجنوب ومدى قدرة الفاعلين السياسيين ونجاحهم في تحويل المناخ السياسي الحالي لصالح المواطن في الجنوب أو فشلهم في استثمار هذه الفرص وبالتالي استمرار تعقيد المشهد هل تجاوز اليمنيون في الجنوب الإشكالات التي أوصلتهم إلى الثالث عشر من يناير أم أنها لا تزال حاضرة بلافتات مختلفة كيف ينظر اليمنيون في الجنوب إلى مخرجات الحوار الوطني ومشروع الأقاليم تحديدا هل شعارات الانفصال وفك الارتباط وتقرير المصير نبعة من حاجة المجتمع وهل هي نتاج حوارات داخلية كانت على مستوى من النضج مكنها من استيعاب معطياتها وإدراك أبعادها وتأثيرها على مستقبله أم أنها نتاج حملات تقاطعت فيها مصالح جهات خارجية مع أصوات في الداخل لماذا توقف الحراك الجنوبي عند شعاراته التي رفعها إبان التأسيس وبقى يرددها في كل المراحل ولم لم يتفاعل مع المتغيرات التي حدثت منذ ثورة الشباب عام 2011 وكلما تلاها من تحولات في المشهد بدءا بالانقلاب وليس انتهاءا بتدخل التحالف العربي لاستعادة الشرعية هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها مع ضيفينا من عدن عضو المجلس المحلي للعاصمة عدن هاني اليزيدي وكذلك الصحفي صلاح السقلدي أرحب ضيفي الكريمين وأبدأ معكم ضيفي بالسؤال المشاركة البداية مع الأستاذ صلاح السقلدي مساء الخير أستاذ صلاح أهلا ومرحب بك بداية نسأل المشاركة استصلاح حل تجاوز الجنوبيون الأسباب التي أدت إلى أحداث الثالث عشر من يناير شكرا لقناة بلقيس وتحية لهم ومن خلالكم تحية للسادة المشاهدين كلهم في البداية أود أن أشير إلى مسألة مهمة ورئيسية هو أن القنوبيين اليوم لا يحتفلون بأحداث يناير بقرر ما هم يحتفلون يحتفون بمرور أكثر من عقد من الزمان على مسيرة فكرة التصالح وتسامح الجنوبي التي انطلقت في عدن في 13 كريناير 2006 فمسألة هل تجاوز الجنوبيون أضرار وأعباء أحداث يناير سنة المانين فأعتقد أنه نعم إلى حد كبير أستطيع أن أقوله بكل ثقيل لقد تجاوزوا تلك المأساة والوقائع التي اليوم على الأرض تأكد ذلك إلى حد ما يعني نعم إذن أنت تتفق بأن الجنوبيون تجاوزوا هذه الأسباب أيضا نفس التساؤل للأستاذ هاني اليزيدي عضو المجلس المحلي لمحافظة عدن أستاذ هاني أنت أيضا طرحك وجهة نظرك هل تجاوز الجنوبيون الأسباب التي أدت إلى أحداث 13 من يناير أحياكم الله في البداية طبعا أنا أحب أن أمثل في صفتي في هذا اللقاء عن الهيئة الشرعية الجنوبية إذن أنا نائب رئيس الهيئة الشرعية الجنوبية أولا لا يقع السؤال بهذه الطريقة إذ أنه لم تكن هناك أي أمور بقت بعد يناير وتعلقت بآثار مثلا لم يثبت في طوال 30 سنة أي ثارات أو انتقامات حصلت على جراء تلك الأحداث بل فعلا قد تجاوز الجنوبيون هذه المأساة مباشرة بعد زوالها واعتبروها سقطة وقعت من طرفين بالأخير لم يكن في عام 2006 إلا تقسيد كما ذكر الأخ الأستاذ صلاح هو تقسيد لأن يكون التصالح والتسامح شعارا للمستقبل وبعده انطلقت الحراك الجنوبي في 2007 نعم إذن إجابة اتفقتم عليها وهي أن الجنوبين قد تجاوزوا هذه الأسباب التي أدت إلى أحداث 13 من يناير إذن نكتفي بهذه الإجابة ونبدأ الحلقة بعد هذا الفاصل حياكم الله مشاهدين الكرام وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ صلاح السقلدي اليوم صلاح الذكرى الواحدة والثلاثين لذكرى الثالث عشر من يناير هل يمكن القول بأن الجنوبيون اليوم بدأوا مشروع جديد قد لا ينتج الواقع السياسي الحاصل ما أنتجته الثالث عشر من يناير عام 1986 في البداية مثل ما قلت قبل قليل بأننا هنا في عدن وفي الجنوب عموما نحتفي بالذكرى الحادية عشر لمسيرة التصالح والتسامح الجنوبي وحينما نقول التصالح والتسامح الجنوبي لا نعني فقط مرحلة أحداثيناير بل ما خلفته السياسة من أعباء ومن أضرار خلال قرابة ربع قرن من عام 67 إلى عام 90 وربما ما قبل هذا التاريخ فنحن هنا كما تعرف وكما يعرف سارة المشاهدون بأن الجنوب دخل في وحدة عام 1990 وهو مثقل بلعباء من تلك المراحل السياسية ومما ساعد ذلك على أن وقد الطرف الآخر وخصوصا في أثناء خضم الأزمة السياسية التي نشأت في عام 93 وتم توظيف الخلافات الجنوبية بأثر رجعي لمصلحة الطرف الشمالي وللأسف لقد نجح إلى حد كبير في هذا ولم يتوقف الأمر عند تلك الأزمة ولا حتى في أثناء الحرب 94 ولكن للأسف الشديد السلطة السبعة يوليو في 94 وصلت استثمار الخلافات الجنوبية وأمعنت في ذلك إلى حد كبير نعم الأدوات التي غذت هذه الأدوات التي غذت هذا الخلاف هل هي جنوبية جنوبية أستاذ صلاح أم هناك أطراف أخرى تغذي هذا الخلاف تقصد الخلافات التي كانت قبل عام 90 في القنوب الآن الحاصلة الآن أنت ذكرت بأنه عام 97 بدأ هناك يستغلها ومن يجددها حتى حاليا هذه الخلافات يحاول تغذيتها وإعادتها من جديد نعم من يغذيها ومن يحاول إعادتها هي جنوبية جنوبية أم هناك أطراف أخرى تعمل على تغذيتها وإعادتها وإنتاجها وإن كان هناك أيدي جنوبية ولو إنها محدودة لكن كثير من ما تم استغلال هذه الخلافات هي تم استغلالها من قبل السلطة في عام ما بعد 94 وأتذكر ومعي كثير من الأخوة المشاهدين بأن الرئيس السابق علي عبدالصالح كان إذا بلا أبيان ويغر قلوب الأخوة في أبيان ويذكرهم دائما بشهداء يناير هناك وضحايا ثم يقول نفس الشيء في لحج وفي الضالع حينما أدرك الجنوبيين بأن خلافاتهم لازالت طاردهم ولا زالت مسلطة كسيف على رقابهم كان لابد من عمل ما تم عمله وما يتم عمله اليوم فتداعى كثير من النخب الجنوبية في عدن وفي جمعية رلفان تحديدا وأدرك الجنوبيين بكل أطيافهم بأنهم مستهدفون جميعا نعم وأذكر أنا في نهاية 2005 وبداية يناير 2006 وكان حينها البلاد على مشارف الانتخابات البرلمانية والرئاسية نعم فتم منها بشهناك مقابر هنا وقثة هنا وأكثرها من أحداث متفرقة وربما كانت هناك قثة لا علاقة بالصراعة السياسية نعم الأستاذ هاني اليزيدي إذا كنت تقول بأن كل الأسباب التي كانت موجودة وأدت إلى أحداث الثلاث عشر من يناير لماذا الدعوات اليوم لمهرجان التسامح والتصالح من جديد وهناك حشد كبير يسعى الجميع لإحياء هذه الدكراء طبعا يعني يمتاز شعب الجنوب بشفافية والمصداقية والبساطة نعم وإلا مثل هذا اليوم يعني 13 يناير ينبغي أن لا يكون هناك ذكرى وكما ذكر الأستاذ هو كان المقصود عندما صادفهم هذا اليوم في 2006 أن يلتقوا في جمعينة ردفان ويؤسسوا فعالية تبين يعني الذين كانوا يستفيدوا من هذا الخلاف أنه لا خلافة بين الجنوبيين وكنا ندادي في كثير من الفعاليات أنه لا ينبغي أن تكون مثل هذا اليوم يعني يكرر لكن كما أقول لك هذه البساطة التي تعبن لها أبناء الجنوب هي الدليل على مصداقية موجودة ولكن لا ننظر إلى الأشكال مصداقية ماذا أستاذ هاني مصداقية ماذا؟ مصداقية أنه لا زال هناك في النفس شيء هناك لا زالت خلافات ربما تحيا من جديد لا لما أقصد أقصد هناك بساطة في التعامل مع يعني الشكل والإخراج السياسي لكن دائما ما كان شعب الجنوب في كل خطواته ومراحل التي مر بها دائما كان يقف موقف الحق والعدل الجنوبيون مثلا هم الذين كانوا صمام أمان للمقاومة الجنوبية عموما التي اليوم هي تقدم الأرواح على مداخل باب المندب وتعز وأكبر مثال الشهيد عمر سعيد الصبيحي رحمه الله تعالى هو قائد الحركة الجنوبي في عدن وهو شهيد يسخط على مداخل تعز هذا كله يدل على أن الشكل والمنظر دائما لا يؤثر على المقصود الجنوبي يوم الأيام كان يتهم أبناء الجنوب بأنهم يبيلون إلى إيران وأنهم أقرب للتشيع وأظهر الواقع أن أرض الجنوب سنية وهم يتبنوا المذهب الشافعي وهم من يقف مد المد صفوي أستاذ هاني بعيدا عن المذهب نظل في إطار السياسة وواقع الجنوب ومستقبل الجنوب الآن ربما الواقع ينتج مشهد جديد والآن رجالات الدولة معظمهم من الرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع ومعظمها يقودها الجنوبيون هل الآن الحراك الجنوبي ربما سينسجم مع هذا التوجه من القيادات الجنوبية التي تقود الدولة حاليا طبعا اسم الحراك الجنوبي هو اسم كبير وفضفاض ويدخل فيه شعب الجنوب عموما بقياداته السياسية والفكرية والمثقفين والعسكريين وغيرهم لكن الآن الواقع أن الحراك الجنوبي يفرز المقاومة الجنوبية وهي الآن تمثله في أغلب صوراتها الآن صار كثير من قاتل المقاومة الجنوبية هم أركان في الدولة المحافظ ومدير أمن ومحافظ لعج وغيرهم من المناصب المعروفة وصار كذلك الارتباط بشرعية الرئيس عبد الربو بنصور وثيقة مما يبين ويدل على أن الطريق الذي يسير عليه المقاومة الجنوبية والمنهج الذي يسير عليه هو قائم على الحق والعدل بعيد من الشطط وغيره نعم أفهم من كلامك أن مسألة الحراك الجنوبي ربما الآن هو في لحظاته الأخيرة وربما يحتضر والآن هناك بقيادة المقاومة الجنوبية أنتج قوى جديدة هي التي ربما تقود البلد طبعاً التدقيق في بعض المصطلحات قد يثير خلاف لا داعي له ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة تجنب الفاضل في إقصاء الآخر هناك ما زال قيادة الحراك الجنوبي الكبيرة التي كان لها دور موجودة وهذا اللفظ أنا أرى غير مناسب حتى لا يولد نوع من سوء تفاهم لكن لا شك أن هناك ممن يريد أن يتكلم بإسم الحراك ويريد أن يكون هذا الإسم بعيد من إسم المقاومة الجنوبية أنه يعني صار هذا الأمر منتهي صار ارتباط الحراك بالمقاومة الجنوبية أمر وثيق فمن يتكلم بإسم الحراك ويريد عدم القتال أو عدم الوقوف ضد الحوثة والمخلوع علي عبدالله صالح وهناك عنده اعتبارات أخرى يريد أن يوجه السهام على التحالف أو على أن هناك عدم وجود استقلالية في الوطن وغيراً مما يحاول بعض ضعاف النفوس الذين اشترتهم إيران فهذا خط مرفوض ولا يمثل أبناء الجنوب ولا يمثل الحراك الجنوبي لكن هناك كذلك من من يتمسك بإسم الحراك الجنوبي ويرفض أن يتنازل عنه لا يختلف أبداً مع ما تريده المقاومة الجنوبية ومع قاتل حراك والمقاومة الجنوبية الذين الآن هم في الشرعية موجودين نعم أستاذ صلاح السقلدي إذن هل يمكن في ظل المتغيرات الحاصلة الآن على الواقع والمشهد الجديد للحراك الجنوبي أن يتحول إلى كيان سياسي يعني يتناغم ويتماهى بصورة واضحة وجلية مع كل التوجهات التي تقودها الشرعية بقيادة الرئيس عبد الربو منصر هادي وكل القيادة الجنوبية أستاذ صلاح هل تسمعني نعم هل تسمعني نعم أسمعك كنت قد سألتك هل يمكن للحراك الجنوبي الآن في ظل المتغيرات الحاصلة على الواقع والمشهد الجديد أن يتناغم الحراك الجنوبي يتحول إلى كيان سياسي يعني يمثل الجنوب في إطار الدولة الكبيرة والإيمان الاتحادي في البداية سمح لي أن أشير إلى حاجة مهمة هنا وهو أن الحراك الجنوبي هو ثورة شعبية أخذ هذه التسمية على غفلة من الزمان فحين نقول أن الحراك هو ثورة فهنا يجب أن نميز ما بين ثورة وما بين حزب فالثورة الجنوبية ينضوي داخلها وفي إطارها الأحزاب وتنضوي داخل المقاومة وتنضوي داخل المشاريع السياسية على تعديداتها أما أن نقول أن الحراك الجنوبي بدأ يحتضر فهذا بعيد عن الواقع لأن مثلما قلت لك الحراك الجنوبي له صور عدة من صور الرفض لرفض الظلم والاستبدال الذي تعرض لهذا فالمقاومة الجنوبية أتت من كنف الحراك الجنوبي أي من كنف الثورة الجنوبية فالمقاومة الجنوبية هي صورة من صور هذه الثورة وهذا الرفض الذي كان وبالتالي حينما نقول بأن الحراك الجنوبي بدأ ينحضر فنحن نتصادم مع الوقاع الموجود على الأرض فهذه الثورة الجنوبي أخذت لها عدة الأشكال من عام 2007 وحتى الآن ما نقوم به وما نحتفي به من مسير التصالح وتسامح هو نوع من هذه الثورة ومن هذا الرفض الله فأسمح لي أن أضيف هنا ولا أعلم لماذا البعض يعتبر أن مسير التصالح والتسامح الجنوبي موجهها ضده ولا أعرف لماذا الانزعاج من مسألة من الموضوع من الذي أعتبرها وانزعج منها استصلاح أن القيمة هي قيمة إنسانية قد تكون بمعزل عن أي حسابات سياسية نعم من برأيك الذي سينزعج من الموضوع؟ مهرجان التسامح والتصالح الرفض الفكرة ورفض مسيرة التصالح والتسامح الجنوبي كان من أول يوم لانطلاقة هذه المسيرة أتذكر أنه حينما اجتمعنا في جمعية الردفان معنا نخبة كثيرا من الجنوبيين تم أغلاق الجمعية بعد 24 ساعة منها وتم تصنيف كل من حضروا على أنهم شاقي للصف وأنهم متمردين وأنهم الفصالين وغيرها من التهم ولازالت حتى الآن هناك قهات وقوة حتى بعد الحرب بعد الأخيرة تعتبر أن التصالح تسامح موجه لها طيب استصلاح لم تجيبني على سؤالي هل يمكن للحراك الجنوبي أن يتحول إلى كيان سياسي في إطار اليمن التحدي الكبير؟ ممكن يتحول إلى كيانات سياسية فمثل ما قلت لك الحراك الجنوبي هو ليس حزب حتى نقول فالحراك الجنوبي هو من ضويع داخله عدة مشاريع منها مشروع استعادة الدولة مشروع الأقليمين وحتى داخل الحراك الجنوبي مشروع التمسك بالوحدة وإن كان هذا الأخير لا يحضر بتواجد كثير ولا بشكل معلن بصورة واضحة نعم طيب سد هاني اليزيدي الآن المقاومة الجنوبية ربما أصبحت جزء وكيان في الجيش الوطني ومن ضوي في إطار الحكومة الشرعية هل يمكن للآن القوى السياسية الجنوبية بما فيها أفصائل المقاومة أن تكون فاعل سياسي ومشارك بشكل فاعل مع الحكومة الشرعية وفي ظل اليمن الكبير الاتحادي طبعاً نعم سد هاني نسمعك تفضل نسمعوني نعم نعم طبعاً هناك بالنسبة لقيادات تشمل كل قيادات الحراك طبعاً هناك قد يكون اختلاف وجهة النظر في طريق الموصل إلى الهدف الذي يريده الجنوبيون وهو أن يخرجوا من الظلم الذي وقع عليهم وأن يستعيدوا سيادتهم على أرضهم باعتبار الشراكة التي دخلوا فيها في عام 90 وهذا حق تقرير المصير أظن هو المبدأ الذي يكتمع عليه كل الحراك الجنوبي وهنا يكون الخلاف في الترجمة العملية بهذا المنظور هل الدخول سيلبي هذا الغرض أم لا هناك شريحة كثيرة من قادة الحراك الجنوبي وأكثرهم الذين شاركوا في المقاومة ويعني سقطوا بين أيديهم شهداء من إخوانهم وقدموا الدماء والأرواح يرون أنهم يستمرون في المسيرة وأنهم الآن يشاركون في الشرعية نعم ولكن سيد هاني كما تعلم الآن المتغيرات على أرض الواقع تغيرت تماماً الآن المشهد تدخل التحالف العربي لإنقاذ الشرعية والمسألة لم تعد شمال اليمن وجنوبها المسألة ربما أكبر وكما تعرف أنت مطلع بصورة مباشرة ولا يخفى على أحد ما حصل الآن في المنطقة التحالف العربي بدول الخلي وأيضاً بدول عربية داعمة كبيرة هناك اللعب الآخر إيران وكل له داعم آخر دولي كبير روسيا أمريكا هل يمكن الآن الحديث عن هذه الجزئية التي ربما في الوقت الراهن الحديث عنها ضرب للخيال يعتبر بالعكس الآن صار في ظل ما ارتكبه دعاة الوحدة المزيفة علي عبدالله صالح ومن كان حولها يحاول أن يسهم أي دعوات في الجنوب أنها دعوة انفصال وأنها دعوة يعني تمت إلى المستعمر الخارقي أو أذناب إيران أو غيره أصبح اليوم الأمر وابح أن هذه الوحدة صارت هي التي مزقت اليمن اليوم هذه الوحدة هي التي دمرت كل شيء هي التي قتلت معاني الأخوة والمحبة والتسامح والعفو والذين أوسموا بأنهم يعني أذناب إيران أو أنهم أرادوا الانفصالهم الوحدة أمى النظام السياسي بقيادة الرئيس المخلوع ونظامه السابق الوحدة قيمة سامية يعني طبعا كما قال يسمونها بغير اسمها يعني بعدا عن الخلاف نقول المقصود الوحدة التي دعي إليها هذه ثمرتها هذا الواقع المأساوي التي نعيشها اليوم ما زالت إخواننا في التعز اليوم يقتلون باسم ماذا يدعي علي عبدالله صالح أنه يريد أن يقيم الوحدة وما زال يزج بآلاف من اليمنيين على حدود اليوم ويقتل اليمنيين بحجة أنه يريد أن يعيد الوحدة فبغض النظر يعني أن تكون هي وحدة علي عبدالله صالح فإن وحدة الآخرين ما زالت يعني تعتبر في خضم الغيب وفي السياسة لا يتعامل مع الأمور الغيبية أو احتمالات وافتراضات قادمة على الواقع اليوم أثبت أن هذه الدعاءة باطلة والمقصود هو ميدان الحمل وقد صدق الجنوبيون في استقبال إخوانهم الذين عادوا من صنعاء واستقبال كذلك الوزراء من الشرعية اللي هم الآن يمارسون أحمالهم في عدن بكل أخوة ومحبة وتسامح وفي كل مجالات يعني السياسة نجد أن الجنوبيين يعني هم في المقدمة هم الآن موجودين في باب المندب وهم موجودين في البقع وهم موجودين في كل يعني الجبهات وفي كل الثغور نعم إذن أستاذ هاني ما ذكرته الآن أستاذ هاني هو ربما يتناقض مع كلامك وطرحك في يعني التقرير المصيري إذن مدام أبناء الجنوب واليمنيون بشكل عام معركتهم واحدة وابن عدن في صعدة وابن عدن في ذباب وابن أبيا في مأرب وابن مأرب في شبوة وهكذا إذن ربما اللحمة اليمني قد تجاوزت هذه الفترة على الأقل في هذه اللحظة أستاذ صلاح السقلدي الآن مخرجات القضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني هل لا زال الآن الجنوبيون ربما سيكونون في نفس المسار الذي خريت بمخرجات الحوار الوطني وأيضا التحرف العربي الآن ربما هو بنفس الهدف ويعني أهداف واضحة هي عودة الشرعية وفقا لمخرجات الحوار الوطني نعم موقف التحالف وشرعية عبد الرب منصور هذه إزاء الوحدة اليمنية واضحة يعني هي مع بقاء الوحدة اليمنية بدون أي شك وقرار المجلس الأمن الذي سعت له دول الخليج أكد هذا قرار 22-16 لكن كلنا نتذكر في عام 93 عندما نشبت الأزمة السياسية هنا كان هناك مشروع مطروح مشروع وثيقة العادة والاتفاق نعم وثلاثة حرب عام 94 وقالت الأطراف قالت الأطراف المنتصرة في عام 94 وأرجو أن تركز على هذا ويركز على الأخوة المشاهدين لأن المسألة هي مترابطة نعم من أنتصر في عام 94 الأطراف التي أنتصرت في 94 قالت بأن وثيقة العادة والاتفاق أي المشروع السياسي الذي طرع قبل الحرب قد تقاوزت هذا الحرب وأن من يتكلم عن وثيقة الحرب بعد 94 فهو قيهه شخص خارج ويعيش على هامش الحقائق اليوم قبل حرب 2015 كان هناك مشروع سياسي ما يعرف بمخرجات الحوار الوطني الذي استبعد منه الجنوب تماما هذا المشروع السياسي هذا المشروع السياسي بنفس الحكم الذي حكمت عليه أطراف 94 لازم نسقطه اليوم هنا ونقول بأن هذا المشروع الذي تم استبعاد الجنوب منه قبل هذه الحرب بأنه قد تقاوزته الأحداث وتقاوز الجنوب الحرب في 94 هنا بالجنوب على الأخير بالتأكيد استصلاح إذن نعم اليمنيون الآن استصلاحهم ربما ينفذون هذه النقطة وهي الأقصاء التي عمد نظام المخلوع مشروع سياسي تماما سيغته قبل ذلك نعم استصلاح ربما اليمنيون الآن ومنطقيا نعم استصلاح نعم ربما اليمنيون الآن عمدوا جميعا في معركة مواجهة هل تسمعني استصلاح؟ على الأقل يتم عادة النظر فيه فلا يعقل يعني بأن يعاد الجنوب مرة أخرى تحت مضلة الوحدة وبثوب مزركة شيء جديد نعم فالوحدة في عام 1994 قتلت وعمر عام 2015 تم تشيعها تماما ولا بد من البعض عن مخرج للجميع نعم المخرج إذن المخرج ينستصلاح نعم المخرج وإذن مخرجات الحوار الوطني الذي اجتمع اليمنيون عليه واتفقوا وهم الآن في معركة الإقصاء التي عمد نظام المخلوع في الانقلاب عام 2014 إلى تكريسه من جديد بعد أن كان الجماليون قد اتفقوا جميعا على مشروع واحد وهو مخرجات الحوار الوطني الذي يكفل الحقوق لكل اليمنيين وجاء برؤية يعني جديدة وهي اليمن الاتحادي الكبير أليس كذلك مخرجات الحوار التي عقرت في طنعها القنوب استبعد فيها تماما حتى فصيل مؤتمر شعب القنوب تم استبعاده واستبعاد مشروعه فهو قدم مشروع حينها مشروع الاتحاد الدولة الدولة من أقليميا بحل العام التسعين وكذلك مشروع الحزب الاشتراكي اليمني تم استبعاده تماما نعم استبعاده نقطة بس استبعادك نعم استبعادك كيف تم الاقصاء نعم استبعادك كيف تم الاقصاء في مؤتمر الحوار الوطني للقوى الجنوبية وهي كانت فاعلة وحاضرة بنسبة خمسين بالمئة تجاوزنا يعني ربما مؤتمر الحوار الوطني وانان الواقع الجديد اعظم الوزراء من الجنوب استفارت الدبلوماسية الهامة في الخارج من الجنوب ألا يعتبر هذا ربما هو بمثابة الاعتذار للجنوبيين وإعطاهم الثقة بأن القادم ليس كما كان في السابق أنا شخصيا أنا لا أرى بالانتماء الجغرافي لأي شخص بما في رئيس القمهورية أي إنصاف فأنا أحكم على الشخص حيثما وقد من موقفه السياسي وليس من انتماء الجغرافي فأنت هناك رئيس رئيس يمني من الجنوب ورئيس حكومة من الجنوب لكن الموقف السياسي إذن للرئيس عبد ربو مصرهادي نعم الموقف السياسي للرئيس عبد ربو مصرهادي من وجهة نظرك ما هو فالانتماء الجغرافي لا أعتقد أنه يعني 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 عامل منصف للجنوب نعم الموقف السياسي استهال صلاح نعم استهال صلاح إذن الموقف السياسي في هذا النقطة فقط الموقف السياسي للرئيس عبد الربو منصور هادي من وجهة نظرك ما هو وهل هو يتعارض فعلا مع مطالب الجنوبيين موقف الرئيس عبد الربو منصور هادي واضح تماما وهذا يحسب له فهو يتكلم أكثر من من السبب أنه سيحافظ على الوحيدة اليمنية وسيطبق مبادرة الخليقية التي تؤكد على الوحيدة اليمنية وسيطبق ويسعى لتنفيذ قرار مقلي سلام الذي أيضا يتحدث عن ضرورة بقاء الوحيدة اليمنية فلا أتذكر أن الرئيس عبد الربو منصور قال بأنه سيسعى لسعادة الدولة في الجنوب أو حتى للمشروع أقليمي الشمال الجنوبي فهو يتحدث عن مخرجات الحوار مثلما يتحدث علي محسن الأحمر وحميد الأحمر والمخلافي وغيرهم من القوات فلا لا أعتقد أنه هو لو أعتبرنا أن الحرب هذا قربته قربت الرئيس عبد الربو من الجنوبيين فهي قربته الضرورة وليس المشاريع نعم ولكن ربما هناك الكثير من الجنوبيين نستطيع الصلاح نعم ربما هناك الكثير وهي النسبة الأكبر من الجنوبيين وربما قيادة من الحراك الجنوبي التي كانت فاعلة وبصورة كبيرة الآن أصبحت منضوية ومتمهية بصورة مباشرة مع مشروع الرئيس عبد الربو منصور هادي وتختلف مع ما طرحت أستاذ هاني اليزيدي الآن الخطر الأكبر الذي تقوده إيران ربما في المنطقة وربما كانت هي السبب الرئيس الذي أوصل اليمنين وقاد الإنقلاب ودعمت أذرعها في اليمن ممثلة بالحوتين وبعض فصائل الحراك الجنوبي التي لها صلة مباشرة مع إيران هل يمكن لأي مشروع آخر غير اليمن الاتحادي الكبير أن يقف صامدا أمام المشروع الإيراني وكما تعلم ربما في لحظة من اللحظات كانت اليمن سقطت بسبب عدم وجود تماسق قوي يواجه هذا المشروع ولو لا تدخل التحالف العربي ربما اليوم اليمن تحكم من إيران طبعا الجنوبيون خصوصا وعموما كل اليمنيين يعتقدون أن الخطر الحوثي والخطر العفاشي هو أكبر خطر يهدد للشمال والجنوب وإلى الآن نحن ما زلنا لا نستطيع أن نقول أن هناك مناطق قد أمنت مئة بالمئة من الخطر العفاشي الحوثي وما زال الآن هناك تخوفات من وضع على عدن وعلى الجنوب وعلى كل المناطق المحررة لأن الحرب ما زالت تدعم خارجيا ما زالت إيران وغيرها من الدول تحاول أن تضغط على دول التحالف وتضغط على الشرعية في أكثر من مجلس وفي أكثر من التفاف على الحرب حتى يستقر وضع الحوثي هذا المجرم وعلى عبد الله صالح ولا شك أن هذه ثوابت عندنا أولاً وطنية لن تستقر عدن ولن يستقر الجنوب ما دام رأس العفاة في صنعاء حي يلدق بنا ليل نهار وهذا ما نراه اليوم من تفجيرات ومن دسل انفخخات سبب هذا الوكر الموجود في صنعاء الممون الحقيقي للإرهاب لا شك أننا في ضل هذه المرحلة وهذا هو الواقع العملي وإن كان نختلف مع الأخ صلاح وغيره من أخواننا في الحراك الجنوبي لكن الواقع العملي الملموس أن كل قيادة الحراك من البخلصين ولا أريد أن يقال أن هناك فصيل إيراني إذا وجد شخصية شخصية من من كان يسمي نفسه قائد الحراك وأسميه بالاسم فادي باعهم أو أمثاله فهذا قد تبرأ منه شعب الجنوب وشعب الجنوب منه براء فقد قلت قتلة الأبطال طيب أستاذ هاني نعم ربما وضحت هذه الفكرة منك لكن كما تعلم الآن أستاذ هاني إذا أنت قلت هناك بعض الشخصيات ولو قليلة ولكنها عبارة عن شخصيات ذات قرار فاعل في الجنوب ولها علاقة مباشرة مع إيران وهناك من هذه القيادات من هي في لبنان وفي الضحي الجنوبية وهناك من القيادات من تذهب إلى إيران وتعود بصورة مباشرة مع الإيرانيين ألا تعتقد بأن هذا ربما يشكل خروقات تؤثر على المشروع الكبير للجنوب قبل اليمن الاتحادي والله أنا أتمنى من إخواننا في الشمال والأسيام السياسيين أن يدعوا هذا الكابوس الذي يوم الأيام كان يلبس علينا تلبيس وكأنه واقع وأثبتت الأيام خلاف ذلك شعب الجنوبي قضيته قضية سياسية وأنا أقول لك أخي الحبيب أيهما أشر الشبح المناطقي الذي نحن الآن نحاول نخشى أن الجنوب يأخذ بمناطقية أو ينفصل أو الشبح الطائفي الذي يهدد كل اليمن بل يهدد الخليج العربي ويهدد كل الدول العربية نعم ولكن أستاذ هاني ما ذكرته نعم ليس من باب الوهم كما تقول أستاذ هاني أنت كما تعلم الآن حتى حكومة الانقلابيين معظمها من أبناء الجنوب رئيس الحكومة الجنوبي نائب رئيس المجلس السياسي ربو مال الحوثين هو من المجلس السياسي الذي تم تشكيله جنوبي هذه الأسماء وهذا الحضور هي تشكل بالتأكيد لأدوات ستتواصل وتحدث أي اختراق لمستقبل الجنوب أستاذ صلاح أنت الآن ربما والمتابع لما تكتب حتى على صفحاتك على الفيسبوك دائما ما تتحدث عن الرئيس الأسبق علي سالم البيض وهو يعني من وجه التدرك وما زال الرئيس للجنوب إلى اللحظة هل لازلت عند هذا التوجه أم تغيرت قناعتك بأن الاعتراف بالواقع الجديد والملموس وهو الحقيقي والمعترف بعالميا ودوليا الرئيس عبدربو منصور هادي واليمن الكبير لا 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 أنا حينما أقول الرئيس علي سالم البيض لا يعني أن الرئيس الفعلي المجلان ولكن الصفحة التي فأنا أستخدم هذا المصطلح مع الرئيس علي ناصر محمد فكثير من الدول هناك تستخدم كلمة الرئيس وليس بالضرورة أن يكون هو الرئيس الفعلي والقائم ولكن أقصد الصفحة التي أخذها أثناء ما كان موجود وما بعد دعني أوضح أمرين أولا وأقول للشيخة هاني بأننا اليوم نتكلم عن التصالح وتسامح الجنوبي وعندما يتعرض لشخصية جنوبية كبيرة كحسن باعوم الذي قدم كثير وكثير الجنوب فهذا شيء مؤسف ومؤلم يعني أن نشهر بقياداتنا ورموزنا على الفضائيات العرمية أرضاء للشيخ حميل الأحمر أو الزعطان وفلتان فنحن لا بد أن نتذكر بأننا نتكلم عن تصالح وتسامح فلا يجوز أن نقول الشيخ ونعمل نقيضة أما فيما يتحدث ولكن كما تعلم أن هذه الأدوات أو هذه الشخصيات لها ارتباط مباشر وهذا لا يخفى على أحد مع إيران ولا زالت فاعلة حتى اللحظة كيف يمكن تجاهل هذا؟ الحراك الجنوبي تعرض لعدة اتهمات منه نعت بأنه الحراك القاعدي وأنه الحراك الداعشي وأنه الحراك الإيراني فهذه التهم لا أثبت الأحداث أو أثبت الوقع أنا لا أثبت لها على الإطلاق موجودة فإن هي إيران عندما كان العوثين لماذا كل القنوب انتفاض ضد قوة علي عبدالصالح فإن هو البعب الإيراني موجود بالقنوب نعم طيب قيادة الحراك نعم استصلاح قيادة الحراك التي ذهبت إلى صنعه نعم استمحني بيادة جزئية استصلاح قيادة الحراك التي ذهبت إلى صنعه ماذا تسميه ولا تقول عنها بأن المصطلح دقيقة لو سمحت نعم مصطلح ومفردة الوجود الإيراني في الجنوب تستخدم لدغدغة مشاعر الخليج هذا متفهم لكن أن يصدقها من يطلقها لهذا فهذا شيء لا يعقل طيب الآن التحالف دائما يقول بأن الوجود الإيراني وهناك أذرع إيراني لازالت تعمل في الجنوب يتكلم فيها التحالف العربي وأيضا الحكومة الشرعية تتكلم بصورة مباشرة بأن هناك أذرع الإيران لازالت تحركها في الجنوب إضافة إلى أياد الرئيس المخلوع التي عملت معه خلال النظام السابق يا عزيزي ما يقال عن التواقل الإيراني فهو ينطلق من هنا من الجنوب فالأقوى في الشمال وفي حزب الأصلاح وأنه قدر لهم أن خشتهم على الوحلة اليمنية وتخويف المحيط الخليقي من أن أنفصال الجنوب يعني بالضرورة أن الجنوب سيذهب إلى إيران بالتالي لابد أن يعمل الخليج هكذا يعني هكذا تعمل الشرعية وحزب الإصلاح على أن الجنوب لابد إن لم يبقى تحتنا فهو ذهب إلى إيران وهذا ليس له أي منطق على الإطلاق أستاذ هاني اليزيدي إذن أما ما يقوله التحالف نحن نسمع هذا ولابد أن يميز ما بين الخطاب الإعلامي المعلان وما بين الحقايق نعم أستاذ هاني اليزيدي إذن الأستاذ صلاحي يقول لا يوجد أي قيادات لها علاقة بإيران وهي عبارة عن وهم من خلال يعني دغدغة مشاعر الجنوبين أو تهديد لابتزاز الخليج أو ما شابه ذلك من إذا لم يكن الجنوب في اليمن الكبير سيذهب إلى إيران ما تعليقك؟ والله يشوف الله سبحانه وتعالى يذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال واجلبني وبني أن نعبد الأسلام وهو إبراهيم عليه السلام فهل إبراهيم عليه السلام سيقع في عباة الأسلام؟ نعم ولكن مهما كان ينبغي علينا أن نحذر الحذر الشديد نحن بالنهاية بشر ويعني ما حصل في صنعاء من سيطرة إيران على أولئكم البشر المساكين فصاروا بالصرخات يقاتلون في الجبهات يقدمون أرواحهم وموالهم من أجل ماذا؟ من أجل المشروع الفارسي يمكن أن يطبق في أي مكان ولهذا أنا لا أقول عندما رديت عليك وقلت أن نحن نرفض اتهام شعب الجنوب بالانتمال إيران بل أثبت الجنوبيون أنهم سنة وأنهم على وعي كامل في تحالفاتهم وأن ما صار من تحالف يوم الأيام أو ذهاب إلى لبنان أو غيره كان مقصود منه نصر القضية ونصر المظالم وليس المقصود هو استقلاب أو الفكر الشيعي أو غيره لكن وجود بعض القيادات الجنوبية ومحالفتها مع إيران ووجود بعضها إلى اليوم في طهران وتنقلاتها وتواصلها مع بعض القيادات مرفوض ولا يمكن أن يقبل وأنا أقول الأخ صلاح هو يقصد عدم أن نكون في الإعلام نظر انقسامه وغيره هذا قضية الولاء والبراء والرفض مثل هذه الأفكار ينبغي أن تكون أمور قطعية وهذا شيء يتعامل به كل أبناء الجنوب فلا أظن أن أحد يقبل وهناك فرق بين حسن بعوم أنا ما ذكرت القائد حسن بعوم إنما ذكرت فادي الذي ذهب ولوت سمعت كثير من القادة بسبب صرفاته الهوجاء وبسبب ارتزاقه الأموال وسيبقى هذا إذا لم يشعر أحد إخواننا من أبناء الجنوب هذه الغصة ستبقى في قلوبهم نعم طيب أستاذان أخوة قدمناهم شهداء وقتلوا في الجبهات وستبقى دماؤهم حلامة لكل خائن خان القضية الجنوبية وخان الدين وخان العرض نعم أستاذ صلاح السقلدي هل يمكن الآن في الدقيقة الأخيرة لك الحديث عن قيادات ربما هي من أوصلت الجنوب أوصلت اليمن إلى هذه النقطة والحديث عنها بأن تنتج نفس الوجوه التي كانت في الثمينات تعود الآن في عام 2017 هل لا يزال الحديث ممكن على هذه الشخصيات الذي ربما يتبنى البعض من فصائل الحراكيين لهذه الشخصيات ويدعمها ويرفع حتى صورها في كل المحافل في الجنوب لا أعتقد أن من يصنع المشكلة سيحلها وهذا لا يعني بالضرورة أن ينسي إلى أحد فهؤلاء هذه القيادات قدمت الكثير والكثير بصرف النظر عن ما ارتكبت ولكن أن تعيد إنتاج نفسها وإنتاج تكريبتها فهذا مرفوض جنوبيا أصلا يكفي أن السن والعمر متقدم بهم نعم هل المشروع الاتحادي أستاذ صراح مع ذلك لديك الوقت فقط فدعني أقول لك هل من أوقد القضية الجنوبي في عام 1994 وأدخل الجنوب في هذا الوضع من الظلم والاستبدال والحيف وأقصد هنا الأطراف حرب 94 منهم حزب الإصلاح ومنهم عبد الربو منصور هذه حتى هل من أمعن بالظلم الجنوبيين أنت وقع منه أنسي إذن أنت لا ترى بأن أنت لا ترى إذن بأن اليمن الاتحادي اليمن الاتحادي الجنوب بقالة الرئيس عبد الربو منصور هل سيحقق حلم الجنوبيين بالعدالة للقضية الجنوبية ولكل مبادئها أم لا نعم أو لا إذا تكرمت لأنه انتهى البرنامج المشروع السياسي لا أعتقد أنه ولكن إذا كان هناك سيخدم القضية الجنوبية وسيخدم هذا في مجالات أخرى فممكن أنما كمشروع سياسي جنوبي الشعب الجنوبي في معظم شرع الحافة وغسل يديه من الوحدة اليمنية طيب أستاذ هاني نعم 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 دقيقة أخيرة أيضا للأستاذ هاني اليزيدي أستاذ هاني اليزيدي إذن اليمن الاتحادي الكبير بشرعيته الحالية هل هي الضامن لعدالة القضية الجنوبية وأمن اليمن بشكل عام هي الأقالم وفقا لمخرجات الحوار الوطني أم ماذا ترى طبعا هذا الأمر ترك على الساحة موجود وهم الأمر بأيدي إخواننا في محافظات الشمالية في صنعاء وتعز وإب والحديدة وكل المحافظات اللي ما زالت تحت سيطرة الحوثي هذا الأمر يعني هو على الطاولة ويتفنها التحالف العربي فإذا أردتموه فينبغي أن تكون هناك مصداقية في أن تخرج تلك الملايين في القتال الصادق كما خرج يعني يعني المقاتلين في الجبهات في المحافظات الجنوبية أما إذا ما زال هناك تمركز على يعني هذه المبادئ ورض الخضوع من الطرف الشمالي لهذا اليمن الاتحادي اللي سميته هو المخرج فأنا أظن أنه لن يكون هذا مخرج بل ستبقى مجرد ربما نعم وهي مطروعة على الطاولة أستاذ هاني إذن ربما ما يحدث الآن على الواقع أن اليمنين قد تجاوزوا هذه النقطة وهم الآن يعني يقاتلون في كل الجبهات وفي شمالا وجنوبا وأبناء اليمن بمختلف طيافين في كل الجبهات يسعون لتحقيق مخرجات الحوار الوطني الذي يعني يؤمن ويحقق كل الأهداف والعادلة للجميع شمالا وجنوبا أشكر جزيل الشك عضو المجلس المحلي في محافظة عدن هاني اليزيدي والشكر أيضا للصحفي والإعلامي صلاح السقلدي كما أشكركم مشاهد الكرام على طيب المتابعة في الختام تقبل وتحياتي أنا بشير الحارثي ومعد البرنامج الزميل أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج وأيضا مخرج هذه الحلقة الزميل عيسى إسماعيل نلقاكم إن شاء الله بحلقة جيدة من فضاح حر حتى الملتقى حفظكم الله والوطن السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة